لم تكن دموع هذا الرجل الستيني إلا تعبيرا عن فرح احتناقه للحرية التي داق قبلها التعذيب الممنهج في سجون النظام السوري بحجة انضمامه للمعارضة المسلعة عملية الإفراج هذه تمت من خلال المرحلة الثانية من عملية تبادل الأسرى بين جيش الفتح من جهة وقوة النظام السوري في بلدتي كفرية والفوعة بريف إدلب من جهة ثانية إذ أفرج جيش الفتح عن ثمانية عشر شخصا وسلم ثلاثا وثلاثين جثة لقوة النظام في قلعة المضيق في ريف حما بينما تسلم منهم سبعة وعشرون شخصا وسبع وثلاثون جثة تتم العملية الثانية والأخيرة من تبادل الأسرى بين جيش الفتح وبين قريتي كفرية والفوعة وتضمنت العملية كذلك إخراج أربع حالات إنسانية من بلدة الفوعة إضافة لإدخال كمية من الأدوية إلى الفوعة وكفرية أولى بنود الاتفاقية نفذت في وقت سابق من هذا الشهر بعد إطلاق صراح 11 أسيرا من بلدتي الفوعة وكفرية مقابل إطلاق صراح 16 مدنيا من ريف إدلب احتجزتهم الميليشيات الموالية للنظام إلا أن عملية التبادل حينها توقفت بسبب عدم اعتراف لجنة المفاوضات في الفوعة بوجود أسماء ثلاثة مدنيين قدمها جيش الفتح للتبادل رغم تأكيد الأسرى الذين خرجوا من سجون الفوعة بوجودهم هناك زينب خرفاتي العربية